وقد عودنا الإمام رحمه الله أن يختم المنزل بوصية جامعة وقد ذكرنا من الوصايا ثلاث الأولى حضور الفكر عند الذكر لتلمح معنى الذكر قلنا الاستحضار والتدبر في معاني الأذكار والثانية تقليل الكلام قدر الاستطاعة لأن الكلام قد يأتي على أثار الذكر وعلى أنوار الذكر بالأثر السيء ثالثا الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأخلاقه فيجاهد نفسه على التحلية بها ليحصل له صدق الاتباع واليوم نأخذ ما بقي من الوصايا قال رابعا دوام مجاهدة النفس ما بقى